شكرا لك ليلة على هذه القراءة الإخبارية المنجزة طيب إحنا وقفتنا الحورية القادمة إن شاء الله نتكلم فيها عن دراسة بتقول أنه 23 مليار جنيه قيمة انفاق المصريين على الدواء في عام 2014 يمكن في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلاد كشفت هذه الدراسة أن مصر تعد من أكبر مستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبالتالي لابد من إعادة النظر في سياسات تسعير الدواء من جديد وتسجيله خاصة الأدوية المستوردة أيضا وهذه الدراسة أشارت إلى أن حكومات المنطقة العربية بحاجة بشكل كبير جدا إلى العمل على التوفيق ما بين حماية مصالح الصانعين المحليين والمواردين الأجانب والموزعين وخلق هذا التوازن الذي في النهاية بينعكس على المريض بشكل كبير في هذا الإطار أيضا أكدت الدراسة أنه لابد من فتح قنوات اتصال مع الشركات العالمية المنتجة للدواء والإعلان عن خططها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال وفي المنطقة ونقل عبء الرعاية الصحية من الحكومة إلى القطاع الخاص وشركات التأمين الخاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الدواء هنتكلم بشكل مفصل عن هذه الدراسة وبالفعل أسباب ومدى استهلاك المصريين للدواء وكيفية تحديث هذه المنظومة بشكل يخدم كل الأطراف المتعاملة مع صناعة الدواء في مصر بعد أن نتعرف على هذا أو نتابع هذا التقرير ثم نعود لنفتح الحوار بشكل مفصل مشاهدي بالمليارات يصل إنفاق المصريين على الدواء الأمر الذي دفع مديرة وحدة اقتصاديات الدواء في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة حسب ما نقلت مصادر إعلامية دفعها لمطالبة وزارة الصحة بإعادة نظر في سياسات تسعير الدواء وتسجيله خاصة الأدوية المستوردة وضفت الدكتورة جيهان حمدي خلال دراسة رسمية لها حسب المصدر إلى أن حكومات المنطقة العربية بحاجة إلى العمل على التوفيق بين حماية مصالح الصانعين والموردين الأجانب والموزعين والمرضى وفي دراستها أكدت جيهان أن مصر تعد أكبر مستهلك أدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلغ مجموع نفقات الأدوية حسب دراستها 13 مليار و780 مليون جنيه عام 2009 وتوقعت الدراسة أن يشهد العام الحالي نموا ملحوظا في حجم تجارة الدواء وسيبلغ 23 مليار و300 مليون جنيه ووضعت الدراسة رشدة قالت أن البلاد العربية تحتاجها لعلاج العجز لديها ومنها ضرورة تركيز الحكومة على الرعاية الصحية وتطوير بنية تحتية فريدة لتأمين الخدمات المناسبة والتخفيف من وطأة القوانين المقيدة التي تحكم التملك الأجنبي للشركات حسب قولها لتعزيز الاستثمار في الصناعة المحلية والمزيد من المتابعة والتفاصيل والتحليل حول صناعة الدواء في مصر وإلى أي مدى نحن بحاجة إلى إعادة نظر مرة أخرى في هذا القطاع الهام والكبير جدا والحاوي في مصر وسعيدنا أن يكون معي ومعكم وعلى الهواء مباشرة في السوديو هذا الصباح الأستاذ دكتور أحمد زغلول عضو غرفة صناعة الدواء دكتور أحمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا يا فندم أهلا بحيك دكتور أحمد يعني في البداية عايزين نعرف كده من حضرتك تقييم سريع ورؤيتك لصناعة الدواء في مصر هل نحن بحاجة بالفعل إلى تطوير هذه الصناعة من أجل المستهلك ولا إيه شايف حضرتك تقييمك لصناعة الدواء شف حضرتك صناعة الدواء في مصر صناعة أولا هي صناعة استراتيجية للدولة والشعب المصري الدواء في مصر يمكن من أقدم الصناعات الأدوية في المنطقة كلها مصر ابتدت صناعة الدواء في أربعينيات أو آخر الثلاثينات من القرن الماضي يعني احنا كنا سابقين المنطقة كلها في صناعة الدواء الحياة التطور والنمو وصناعة الدواء ما مشيش بنفس أو زي ما احنا كنا نأمل احنا النهاردة في دواء حوالينا يمكن أصغر مننا وأحدث في دقلها لصناعة الدواء سبقتنا بمراحل فأكيد المنظومة محتاجة تطوير كتير ومحتاجة شغل كتير المشكلة أن احنا وقفين محلك سر في صناعة الدواء بقالنا سنين مش عارفين نقطي خطوة لقدام عندنا مشاكل كتير موحدش قدر يلمسها ولا يقرب منها الدواء زي ما قلنا صناعة استراتيجية والقرارات فيها قرارات حبابة تمس كل الشعب المصري يعني الفقير والغني والدواء ما هوش سلعة اختيارية يعني المريض ما بيروحش كده عشان يشتري الدواء بمزاجه ده سلعة اجبارية والمطلوب ان احنا نوفره بسعر مناسب للمريض عشان نوفره لازم ندعم الصناعة دي لان صناعة الدواء اذا ما دعم منهاش الفطورة اللي احنا بنتكلم عنها 23 مليار دي هتقفز اضعاف اضعاف لو ما كانتش صناعة الدواء في مصر واقف على رجليها وكويسة طيب شايف ايه دكتور احمد يعني اهم وابرز التحديات والمشكلات والعرقيل اللي بتواجه قطاع صناعة الدواء في مصر بشكل طيب احنا عندنا يعني عدة مشاكل او مشاكل متشعبة انما عندنا مشكلتين رئيسياتين يعني دول مستمرين عبر السنين وعبر العصور مشكلة تسجيل الدواء ومدة زمن تسجيل الدواء ونظام التسجيل في مصر والمشكلة التانية التسعير ودول كلهم مرتبطين كمان بالنظام العام يعني احنا العالم كل دلوقتي بيالجأ ان الدواء وتنظيم وعملية التقنين الادوية اللي متوفرة في الاسواق وسمح لها بالدخول عادة دلوقتي في العالم كله ما بقيتش تابع وزارات الصحة يعني الدواء ده منظومة مستقلة لانوزارة الصحة دلوقتي تعتبر عميل لشركات الادوية ما ينفعش اللي بتقنن في العالم كله بقى فيه حاجة اسمها الهيئات الادوية والاغذية زي في امريكا فيه الفود اندراج ارجانيزيشن الاف دي اي الحقيقة عندنا في المنطقة العربية المنطقة في الشرق الاوسط السعودية دلوقتي بقى عندها هيئة الاغذية والادوية الاردن عندها هيئة الاغذية والادوية احنا في مصر لازلنا ماشيين على نظام ان الدواء ده ادارة من ادارات وزارة الصحة وزارة الصحة يعني الدور بقى صعب عليها ومتعب لها لان كمان حتى وزاراء الصحة اللي بيتولوا المسئولية في معظمهم هم اسادزة جمعة يعني هما مش الدواء بعيد عن تصوراتهم وعن مجالهم وعلى ما بيقدروا يعرفوا مشاكل الصناعة واحتياجاتها الحقيقة كمان احنا بقى لنا فترة الاخرانين كم سن الاخرانين دول الوزير على ما بيعرف ايه الدواء بيكون تغير لانتدين السكة من اول وجديد والحدوتها من اول وجديد فاحنا يعني المشروع بتاع انشاء هيئة الادوية المصرية ده مشروع ابتداء الكلام فيه من عدة سنوات الحياة بس مش عارفين نطلعوا للنور ليه يا فندم شايفين تطلعوا للنور؟ محتاج قانون وتنظيم لان والقانون طبعا احنا في فترة ما قبل 25 يناير كان القانون شبه جاهز وبعد دين جات الاحداث فالدنيا وقفت ومحدش فاضي بقى للكلام ده دلوقتي لكن القانون موجود وجاهز ويعني والمفوض ان هو احنا ننتظر ونتعشم مع اول برلمان جديد نقدر نصدر هذا القانون عشان المنظومة تبطيط تنتظم شوية ويبقى فيه الناس متخصصين وفاهمين الصناعة وعارفين احتياجاتها. موضوع التسعير من المشاكل المهمة جدا. احنا في مصر يمكن زي ما حدركم شايفة الدراسة بتقول 23 مليار جنيه مصري المصريين بصرفوه. الكلام ده لو حولناه الى استهلاك للفرد هنلاقيه رقب للأسف احنا مصر تعتبر من ادنى الدول اللي بتستهلك ادوية بالقيمة بمعدل استهلاك دول الفرد في السنة. يعني احنا يمكن اعتقد الدول الوحيدة اللي كانت اقل مننا في المنطقة كلها كانت السودان وسوريا. باية الدول الناس بتنفق اكتر على الدول. احنا جزء منها طبعا من الحدوية دي سببها ان سعر الدول في مصر يعتبر من ارخص الاسعار في العالم كله. وده برضه مؤثر على الصناعة لانه مكتف الدنيا. مخلي الناس مش قادرة تنفق على مجالات زي الابحاث والتطوير. محدش قادر يصرف لان الهامش الربحية في معظم الادوية متدني جدا وضعيف. وحتى ده مؤثر على كل اقتصاديات المنظومة كلها. المصنع اللي بيصنع. الموزع اللي بيوزع. الصيدالي اللي فتح اجزاخانته في الشارع. كل دول الحياة دلوقتي ظروفهم بقى صعبة جدا بسبب سعر الدول. ممكن السلع الوحيدة اللي هتلاقي فيها بعض الحاجات من سنة 1990 سعرها سابط متغيرش. مفيش حاجة في مصر كده دلوقتي يعني احنا كل يوم بنصح على سعر الدول. طب ازاي يمكن تحقيق المعادلة الصعبة دي ما بان انتو تحققوها مش ربح يعني يكفر لكم قيام بابحاث تطوير صناعة الدواء. وفي نفس الوقت ما نحملش المواطن برضو اعباء اضافية بحيث انه برضو الدواء يغلى زي كل السلع الاخرى. هي دي معادلة صعبة. معادلة صعبة جدا لان الحقيقة الدور ده مش المفروض تقوم بيه شركات الأدوية. يعني شركات الأدوية بتنتج الدواء وتحسن في انتاج الدواء. وسيلة لتطوير الصناعة. يعني ايجاد افضل منتج للمريض. الدور بتاع تحميل المريض برضو كمان مش المفروض ان يتحمل علاج تكاليف علاجه. في العالم كله على علاج حق مكفول للمريض. وفي الدستور المصري ده يبقى حق مكفول. ما ينفعش واحد ما يقدرش ياخد علاجه عشان ما معهوش فلوس. الحل احنا نحنش هنخترعه لان العالم كله عارف. وزي ما حضركم تقول لازم يكون في نوع من انواع التأمين الصحي. اللي يغطي المصريين يدفع التكاليف دي. انما التكاليف مين اللي النهاردة الحقيقة. احنا عندنا كم سلعة في مصر مصعرة. الدواء والبنزين او الطاقة. والتالتة اللي هو رهيف العيش. الطاقة ورهيف العيش الدولة بتدعمه. الدواء بقى مين اللي بيدعمه. مفيش حد بيدعمه. الشركات هي اللي بتحملها العبء ده. وده مكتف الصناعة في مصر. يعني لما نشوف النهاردة التطور حتى التصديد الدواء في مصر. مقارنة بالدولة زي الأردن. الحكاية يعني بقت زعل احنا يعني. دول بتجري. دكتور احمد يمكن على رغم ان حضرتك بتقول ان اسعار دواء في مصر تعدم يعني اسعار رخيصة نوعا ما. حتى لو بيجي اي دكتور يفتح صيدلية عامل الربحة. والمكسب في ان هو يفتح صيدلية بيكون لحد ما مش مش كبير وضعيف. ولكن خلينا نتكلم بيه لسان المواطن. يمكن فيه البعض شايف عكس ده. شايف لا ان الدواء في مصر اسعاره غالية. لو احنا مثلا نتكلمنا في اضعف الايمان. لو حد جاله شوية برد. احنا مش بنتكلم في امراض. مش بنتكلم في حد عنده سكر او ضغط او كانسر او امراض كبد او او خلافه من الامراض المختلفة. لو شوية برد. لو هتجيب انت بيوتك مضاد دحاوي او خفض الحرارة. زي طبعا كشف الطبيب. طبعا انت ملكش دعوا بكشف الطبيب. احنا بتكلم على الادوية. هتلاقي لا الناس بتدفع فلوس يعني ممكن تدخلها مثلا في مية وخمسين متين جنيه. وانت بتتكلم على شوية برد. مثلا لو انت هتجيب مضاد دحاوي كويس او كده. فما بالك بقى بقية الامراض الامراض المزمنة اللي بتعود يعني بتلزم البني ادم يعني مدى مدى الحياة. ازين هو يتعامل مع ارتفاع الاسعار. هم شايفين عكس ده. عكس الكلام اللي حضرتك بتقول. المريض المريض لو دفع جنيه واحد. ده ليس عدل له. اي مبلغ هيتفعه في الدواء. ده ليس من العدل للمريض. احنا مشكلتنا في مصر ان حوالي تمانين افل مية من الدواء بينفق من جيب المريض. ولذلك هو عبء على المريض. لان احنا كلنا متخلين على مين يقوم بدور انه يتحمل تكلفة العلاج. اه. فانا النهاردة لما اقول انا عاوز حد يتحمل تكلفة العلاج. المشكلة ان احنا النهاردة الدولة مش قادرة. لان ظروف الاقتصادية في البلد مش قادرة تتكفل بهذا الكلام. وكان الحقيقة كان فيه مشروع للتنمين الصحي برضو ده كان ابتدى تطبيقه على اساس انه يتعمل. كان ابتدى تطبيقه في الفترة اللي قبل 25 يناير ربعين برضو المشروع ده توقف لان كان يعني اعتقد بتاده كانوا يطبقوه في بعض المحافظات كان في السويس وفي سواج بتاده التطبيق. انما توقف هذا المشروع. وعندنا عدة مشاريع للتنمين الصحي. التنمين الصحي هو الحل. لان مش ممكن. انا يعني انا مش ممكن في الاخر هتنتهي بان الشركات هي اللي تدعم المريض. لان ده خلينا نكون واقعين. ده بيزنس. ان اللي بيعمل شركة دواء. الناس مساهمين بتحط فلوس عشان تعمل مصنع للأدوية منتظر الربحية. ما ينفعش ان اقول انتك بالخصار. حتى شركات قطاع الاعمال يعني في فترة يعني حتى لحد دلوقتي قطاع الاعمال بينتج ادوية بالخصار. الحكومة ما بتدعموش على فكرة. يعني يعني النهاردة قطاع الاعمال لما بيجي يخسر رئيس الشركة بيحسب على ربحية الشركة وعملت ارباح ولا وعملتش ارباح. ولو الشركة ما فاش فلوس العمال بتقول ان تمسك فيه عشان يجيب لها يجيب لها فلوس. فالمشكلة النهاردة مشكلة مش سهلة. لان الكلام ده واقف. يعني قطاع الاعمال تراجع عليه دوره. نتيجة انه هو مش قادر يطور ومش قادر يعني ما عندوش هامش ربح ولا عندو فلوس يعمل يمشي في الراكبة مع المصانع اللي اشتركوا في القناة